السلام عليكم هو مين ما بيحبش البطاطة كلنا طبعا بنحبها جدا وبنحبنا كلها اكتر في الجو والبرد كده والدنيا ساعة لكن بتاخد وقت كتير في الفرن علشان تتشوي النهاردة احنا نعملها بطريقة سهلة كده وسريعة مش هتاخد وقت وهتطلع بتلمع ومع السلة قوي وكمان هنحط لها اضافة هتخلق البطاطة ليها طعم مميز جدا يلا بينا بقى نسمي الله ونصالي على الرسول ونشوف طريقة النهاردة وعملناها ازاي واي كمية انت حابة تعمليها بتخسليها كويس قوي 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 كحت الحاجات اللي بتبقى على القشرة يعني لو فيها اي حاجة سودة كده في الاول انا طبعا بنقاحة في مياه علشان بيبقى عليها طينة كتير من بر بعد كده بشيل الحاجات اللي على القشرة ونبتدي نرصها بقى في الصينية او في الصق اه بنجيب وراء الفويل علشان احنا هنعمل خطوة هي دي اللي هتصرع في التسوين احنا هنغلف على البطاطة كويس اه احنا غالبا بنحطها على سبكة علشان تستوي او على الصاجة اللي تحت فبتعود كتير بتاخد وقت كبير قوي فعلشان تستوي بسرعة احنا هنكمورها يعني هنلفها في وراء الفويل فده هيصرح في التسوين اه علشان بقى نيديها طعم حلو اه هنرشي لها رشة كده من السكر فالسكر طبعا مع الحرارة هيتكارمل ويدي للبطاطة اللامعة والتسكيرة اه هيبقى ليها طعم مسكر كده بس ده هيبقى منبارة من على القشرة منبارة فلو احنا مش حابين ان احنا ناكل اه القشرة اللي برة فهي كده كده البطاطة بتبقى مع السلة ونقدر نحنا نشير القشرة وناكل القلب بتاعها لكن الطريقة دي اه مزيتها ان هي بتدي لمعة للبطاطة بتدي طعم حلو بتسرع في التسوية فنشوف بقى الخطوات بتاعتنا اه انا رسيت البطاطة كده جنبه بعد ورشيت عليها رشة حلوة كده من السكر بتاع اربع معالي خمس معالي وبعد كده واقفل عليها كويس اه بنقفل عليها كده من الجناب علشان ما يبقاش كده فيها فتحات البخار بتاعها يطلع التقة الصغيرة دي هي دي اللي بتخلي فيه آآ سرعة في التسوية كده مش فاضل لغاية ان احط نص كباية مية في الصاغ وادخله آآ الفرن دي الكمية التانية او النص التانية انا اسمت البطاطة على آآ كميتين او نصين فالاول انا عملته بالسكر بس لكن الكمية التانية انا هحط لها سكر وهحط لها ارفة. آآ في الحقيقة انا يعني ما يكونش بعمل الارفة دي من زمان لكن لما جربتها عجبتني قوي وخلط البطاطة ليها طعم جميل كده وخصوصا لما باتت يعني البطاطة دايما لما بتقعد آآ مش بفضلها او بحب كلها هو يا سخنة لكن لما جربتها بالارفة وقعدت لتاني يوم آآ طعمها عجبني قوي فجربوا البطاطة بالارفة آآ هتطلع معاكم بطعم جميل جدا. آآ برضو رصية البطاطة ورشة سكر كده حلوة لو احنا مش حابين السكر ممكن نستغنى عنه خالص بعد كده جبت الارفة وبرضو نحط رشة حلوة كده يعني ما نحطش كمية صغيرة نقطر كده في كمية الارفة آآ بعد كده قفلت عليها كويس آآ بس لما جيت حطها في الفرن بقى لقيت ان الصاجين مع بعض الباب مش هيقفل فنقلتهم وحطتهم في صنية صغيرة وكويس انا ما كنتش هنا حطت لسه المية فحطت آآ كوباية مية صغيرة او ممكن لو المنج بتاع الشاي نحط نص كوباية مية وبنشغل النار من تحت بس وبنسيبها آآ نص ساعة بتستوي لو انش عايزها اسرع اسرع تقدر تحط الصنية على الصاجة اللي تحت وتحط كوباية مية كبيرة وهتلاقيها في تلت ساعة آآ استوت وباقت دايبة خالص ده شكل البطاطة بعد ما قاعدت نص ساعة في الفرن واستوت آآ يعني السكر من تحت بصقة كرمل ازاي فلما بنقلبها الناحية التانية آآ الجزء اللي تحت كمان هو بياخد الطبقة اللي بتلمع دي بتاعة السكر والقشرة من برد بقى طعمها حلو لما نيجي هنفتح البطاطة بقى هلاقيها دايبة خالص يعني ملبن كده في بعضها آآ طعم سرعة في التسوية آآ شكل بيلمع وجميل فالطريقة دي ممتازة بجد دي بقى الصنية التانية برضو قاعدت نفس الوقت تقريبا آآ لو آآ انت محطتيش مية في الصنية وسبتيها على آآ على الشبكة هتاخد وقت اطول مش هتاخد مصة ساعة هتاخد وقت اطول علشان تستوي فجمية المية اللي بتحطيها دي هي اللي بتصرع شوية في التسوية البخار اللي بيطلع مع الافلة اللي على البطاطة دي آآ بتخلي الوقتي مش كتير يا بص آآ بصوا انا بامسكها كده يعني خلاص آآ ممكن تتقطن مصين من كتر ما هي طرقية ومستويية آآ انا بحب ان انا قلبها كده الناحية التانية بتاخد نفس اللمعة من آآ اللصوص اللي هو بيبقى مكان السكر فلصانية او السكر المكرمي يعني آآ بفتحها هو علشان شوف شكلها بص قد ايه طرية طرية جدا جدا وكمان الطعم هي ريحتها بقى وهي بتستوي كده عارفين طبعا انتو ريحة البطاطة حطوا بقى معاها ريحة الارفة حاجة كده توحفة بجد اتمنى فعلا ان تجربوا طريقة النهاردة وان شاء الله هتعجبكم جدا جدا وهتعملوها باستمرار السلام عليكم